بين مترقة تهديد نواب الرابع عشر من آذار بالمقاطعة وسندان إصرار مكونات الحكومة على إقرار مشروع 8900 مليار ليرة يبدو أن جلسة مجلس النواب المقرر الاثنين ضاعت في مهب الريح في ظل تحرك وزراء جبهة النضال الوطني باتجاه الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الذي غادر البلاد في إجازة خاصة حتى يوم الجلسة خوف كبير من زيادة الانقسام السياسي في حال أصر كل طرف على موقفه يبديه وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور الذي شدد على ضرورة التوصل إلى تفاهم قبل الجلسة جبعة النضال الوطني هي في موقع الانحياز إلى كل ما يحمي السلم الأهلي ويخفف من حدة الانقسامات بين اللبنانين نقاش الحاصل حول مسألة الانفاق نقاش مفترض أن يكون فيه نقاش طبيعي لو كان في بلد طبيعي حول أمر تقني ولكن بحكم الانقسامات اللبنانية تحول إلى مسألة الانقسامية بامتياز تجاوزت حرور الانقسام السياسي إلى الانقسام الطائفي والمذهبي لذلك جل المنصع إليه هو عدم الوصول إلى المحظور أو تفادي انقسام طائفي كالذي شاهدناه في جلسة النيابية السابقة الفكرة التي طرحناها في الأمس أن تحرك بعض المياه الركدي والرئيس نبيه بري رهاننا كبير على حصه الوطني ومسؤوليته الوطنية أما في حال فشل التوصل إلى التفاهم المنشود فإن تطيير الجلسة أمر وارد نحن نجزء من هذه الحكومة ونحن نجزء من هذه الأكثرية لا نتنكر لهذه الحكومة ولا نتنكر لهذه الأكثرية ونحن معنيون بالوصول إلى أقرار للانفاق 8900 مليار الذي هو انفاق نحن أيضا مسؤولون عنه ولكن نحن لا نغلب اعتبارات وجودنا في حكومة أو وجودنا في أكثرية على وجهة نظرنا إلى مجمل وضع سياسي العام في البلاد لذلك نأمل أن يتم الوصول إلى التسويق قبل نهار الاثنين وفي حال لم يتم التوصل إلى التسويق هل ستتوجهون إلى مجلس النواب؟ من المبكر الحسن في هذا الأمر ولكن أعتقد بأن سنتفادى أي خيار ممكن أن يكون أو يقول إلى انقسام بين اللبنانيين وفي انتظار التطورات التي ستحملها الساعات المقبلة يبقى أن الاثنين سيشكلوا مفصلا مهما في تحديد مصاري الأزمة السياسية للمرحلة المقبلة